الكنيسة إنه هي جسد الرب اقتناها بدمه هي كنيسة الله اشتراها بدمه وفي نفس الوقت الروح القدس هو الذي يقيم ويعمل ويدعو ويعمل كل شيء في داخل الكنيسة لو مشينا على هذه المعادلة أكيد كل كنيسنا رح تكون ناجحة جدا إذا في عندك أي إضافة قبل ما ندخل عن الأعمدة الصحيحة للكنيسة أحدك ذكرت الروح القدس لما قلنا أنه أقامكم أصاقفة نعم أنا خليني أدخل في العمود الأول هو الروح القدس حلو فإذا أهم يعني شيء مهم في الكنيسة هو الروح القدس إذا ما فيش الروح القدس ما فيش كنيسة ما فيش كنيسة أو مجرد اسم يعني شكل كوردة بلا أريج يعني ما فيش يعني ما لهاش ريح ما لهاش ريحة ميت يا لأنها ما فيش حياة أروح الكورس الحياة آآ ما فيش قيادة لأنه الروح الكورس هو اللي بينقل اللي في قلب الرب للكنيسة وهو اللي بيماجد المسيح زاكي وماجدني أنه يأخذ مما ليه ويخبركم طب له هو الروح الكورس مش موجود هو الروح الكورس اللي بخلي الكنيسة حياة حياة تنبط حياة مش ميت تيروتونيوم يعني بالعكس فيها حياة وقال لي كيف يخلص إنسان بدون روح كرس يخلص روح كرس هو اللي بيعمل عملية التغيير في قلب الإنسان كلمة والروح بيتولد الإنسان الوضع الجديد المشكلة بدل ما يمتلئ من الروح عم بيمتلئ من النفس اختبار كأنه مشابه بعيش كل حياة في الكنيسة بدون قوة الروح القدس بس ده راجع لنا إحنا محتاجين كلنا في الكنيسة نرى أن الروح كرس هو الميسترو المسؤول عن الكنيسة اللي بياخد الكنيسة للحياة الصحيحة اللي بيعلن لنا فكر المسيح اللي بيخلنا إزاي نمجد المسيح نتمم مقاصده إزاي في الكنيسة نعمل إيه؟ أنا هقول تعبات مع حدك من أعمال الرسل أيوة ومن فضلك يعني لأنه عاوزين نعرف هاي نقطة كتير كتير مهمة موضوع الروح القدس في الكنيسة وإنت بتكلم مش بس من ناحية كتابيت بتكلم عن خبرة من خلال الكنيستك طبعا بيقول في رؤية 2 و 3 برضو سبع مرات يقرر هذا التعبير من لها أذنان للسمع فليسمع ما يقول الروح الكنيس وكانه بيقول لازم نسمع الروح بيقول إيه؟ لازم ندي ودنق الروح الكرس بيقول إيه؟ هو اللي ليه حق يقول تعمله دي ما تعمله دي؟ خدوا بالكو من دي بيبكتنا على طرق غلط بيقول لي دي مش الدور اللي عايزك تعمله دلوقتي في حرب روحية انتبه دلوقتي أنا عايز أقيم الخدم دوت ده أنا عايز أبص محاتك في إزاي قوة اللي احنا بنقوله ده لأن الروح الكرس دي أكتر من زاوية جوه الكنيسة فمثلا ناخد مشهد من أعمال الرسل فيه اختلاف على فكر نعمل إيه؟ المجمع أبو شريم الأولاني التعبير اللي قالوه قال الروح أو رأى الروح الكرس ونحن رأى الروح الكرس ونحن روعت هذا التعبير فيه اختلاف فيه قضية فيه مشكلة عليها اختلاف فيه أعمال خمسة عشر أعمال خمسة عشر ده أول مجمع يا تام ومش عارفين نعمل إيه؟ لك رأى الروح الكرس ونحن روعة طبعا بعالجوا بس للمشاهد مشكلة دعاة التهويد اللي أصروا أنه عشان يكون واحد مسيحي لازم يكون يهودي بالأول فطبعا حاربوا الفكرة أنه ما فيش داعي للاختتان للأمم يعني ما فيش داعي يختتنوا أو يحافظوا أو يمارسوا أعمال النموس فبس شوف التعبير اللي يستخدموه كأنه الروح الكرس شريك معنا في اتخاذ القرارات بس التعبير ده شريك معنا في اتخاذ القرارات نحن لنأخذ قراراتنا بمفردنا الروح الكرس ونقعد نقوله نعملها إزاي ونحل دي إزاي وإنت شايف إيه؟ لأنه بيقودنا فأنا التعبير ده رهيب برضو من التعبات المؤثرة اللي بتخلينا نراجع أنفسنا وإحنا بنا أخذ قرارات كتيرة في خدمات كتيرة رأى الروح الكرس ونحل مرة ثانية في أعمال 13 يقول قال الروح الكرس افرزوا لي بالنابة وشايفة إزا الروح الكرس يحدد من يخدم ويرسل إلى فين؟ ويعمل إيه؟ فيختار هو اللي بيختار زي ما كنت محددك من قلقة أقامكم أساقفة هو الذي يقيم الأساقفة هو الذي يقيم القصوص هو اللي يرسلني يقول أنا عايزك في الكنيسة دي كمين بتكلم كأسيس كقائد كخادم لأن دلوقتي إحنا في العصر بتاع إن إحنا قدامنا الكنيس كلها وموجودة على الفيسبوك وتقدر تخش على الإنترنت تعرف كيسة تعمل إيه وأنشطها إيه وبرامجها إيه وتختار بقى كأنك بتختار نادي نو ده مش الفكر الصحيح ربنا يقيمني في هذا المكان يغرزني في هذا المكان بس بالروح الكرس قال الروح الكرس فالروح الكرس هو اللي يقودنا في الاختلافات والقرارات هو اللي يقيم خدام في الكنيسة ومش بس كده إحنا بنخدم في الكنيسة ما هي قوة الخدمة اللي بنخدمها يقول رسول بطرس إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله أي قوة دي قوة تروح الكرس قولي إزاي تخدم الغريقات وروح الكرس هتقول كلام جميل لكن بلا فعالية هتقول كلام يعجب الدماغ لكن ما يغيرش الناس صح هنقول حاجات بنعمل أنشطة أنشطة بلا خدام بلا خدام مش ممتلئين بروح كرس هي أنشطة ميتة ممكن تعمل للناس انبساط لكن لا تؤثر في حيات الناس أحدهم قال تعبير ما الفرق بين النادي والكنيسة أروح كرس لأن ده وقت إحنا بنعمل إيه في الكنيسة إحنا بنعمل أنشطة زي النادي بنعمل رحلة وبنعمل مؤتمر وبنعمل لقاءات وبنعمل مهرجانات وحاجات كتيرة وده كويس ما هو الفرق بين المسيح الإسمي والمسيحي الحقيقي نروح كرس نروح كرس اللي بيدي لحياة هو مصدر لحياة هو اللي بيقوم بإعطاء الحياة للإنسان الإنسان ميت بدون روح كرس إحنا يعني أي حد لا روح كرس بتحرك في حياة ولا ممتلئ هو ميت وخدمته ميتة وأعماله ميتة ما فيهاش حياة لكن الشخص الممتلئ من روح كرس واللي بتحرك ورقة روح كرس ما يصنعه حي ويحي يقول كلمات بالروح تحيي ناس نعم لأنها خرجة بقوة روح الله وخرجة من روح الله فخرجة بقيادة إلهية فتؤثر وتغير في حياة الناس حسقيال 37 أرسل روحه فحيه أي كان بيتكلم عن عظام ميتة عظام يابس يعم هو مصدر الحياة نعم وهو اللي بيقيم الموتى ويحي الموتى عشان كده عايزين نرجع تاني أنه الكنيسة ترجع تمتلئ من الروح تعتمد على قوة الروح تنقاط بالروح تسمع الروح تتحرك والروح الكرس ما فيه علاقة مع الروح الكرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر